اكشف لي عن حلقات أعدادتها أو مقابلات أجريتها ولم تعرض وما هي الأسباب يعني ممكن تكون عملت حلقات ما نعرضت لأسباب معينة ممكن تكون عملت مقابلات ما نعرضت هيك اكشف لنا شي حدا بهالمسيرة طويلة الطويلة بتعرف صراحة أن صباح عرضتها بعد ما توفلت بس الباقيين يعني كان أنا عندي موضوعين يعني بالمرحلة اللي كنت عم بشتغل فيها على المواضيع التابوز والسوبر سيخ وهول وأنا يعني على 15 سنة بتلفزيون المستقبل وقبلهم 7 سنين بالتقل ولا مرة نقال لي لا إلا على هول الموضوعين بتلفزيون المستقبل كان الموضوع أنه أي حجاب هو الحجاب الصحيح يعني كانت الفكرة نجيب كذا طريقة حجاب يعني من النقاب لكل أنواع يعني الحجاب بتفرعاته من اللون للشكل لا نحكي أنه الدي في عنصر اجتماعي التاني عن اللوات بالجيش ألا وقتا كنا لأنه بالتسعينات يعني أهيا تسمي هيدا الاسم بس عن المثلية الجنسية بالجيش بمرحلة التجنيد الإجباري هذا أكيد حالي كل واحدة عبتنقص لا لأنه الحجاب أخف وطأة من هيدا الموضوع المثليين بالتجنيد الإجباري وقتا كان هيدا الموضوع بمرحلة التجنيد الإجباري مؤابلات مع فناني بس في قصة صباح يمكن في عندنا حلقة عن فيروز نعرض يعني عملية بس ما نحطي عن فيروز وليس مع فيروز أنا في عند الحلقة الشهيرة مع فيروز يعني أنا موعود بحلقة مع فيروز بالأربعة وتسعين وقت القنصر الشهير في وصف فيروز وبقيت يعني لآخر تكي وفي هيدا اللقطة الشهيرة أونلاين يعني فيروز شو حسيت وهيدا ما أنا عملية بس كان فيه يعني حلقة كاملة محضرة حل